هنا لندن سيداتي وسادتي نحن نوضع اليوم من لندن للغة العربية لأول مرة في التاريخ هكذا انطلق القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية أو ما عرف بهنا لندن من هذا المبنى مبنى بروتكاستنغ هاوس في قلب العاصمة ليؤسس لنوع أعلامي مختلف ثم انتقلت الإداعة إلى مبنى بوش هاوس الذي شهد مسيرة القسم العربي وارتبط بالتغطية الإخبارية وبالبرامج المتميزة مسيرة طويلة هي إذن بدأت بساعات واعتمدت على تقاليد تحريرية راسخة من وحي الهيئة الأم العملاقة ومنبر صحفي يعتمد على التمويل العام لكنه في الوقت نفسه لا ينطق بلسان الحكومة بل وتصادم معها أحيانا أصحب فترة مرت على البي بي سي سنة 1956 أثناء الاعتداء الثلاثة على مصر في ذلك الوقت البي بي سي لأن الميثاق عندها يقول أنه عدم الانحياز لأي جهة فهذا كان مهم أنني عملت أربعون عاماً أربعين عاماً في البي بي سي لم أتذكر أن هناك مسؤول في البي بي سي جاء إلي وقال لي افعل هذا وبطبيعة الحال ليس أن البي بي سي لا تعلم ماذا نفعل ولكن كانوا بأدب شديد يستمعون إلى ما نعمل أو يعمل الزملاء من آن إلى آخر وإذا كانت هناك منحوظة توجه لكن ما يعرف بالعصر الذهبي لإذاعة بي بي سي حفر في الأذهان إلى جانب البرامج السياسية والمقابلات مع كبار القادة والسياسيين العديد من البرامج الثقافية والمنوعات بمشاركة نجوم العالم العربي وفنانيه ومفكريه إضافة إلى برامج تعلم اللغة الإنجليزية برامج وأصوات قديمة شدت المستمعين لعقود الحكومة العراقية تسلم مفتشي الأسلحة الدوليين قائمة تطورت مسيرة البث العربي لبي بي سي وجابهت أحداثا سياسية هامة اتسعت معها المواد لتتناول إلى جانب البرامج الأخبارية برامج تحليلية والبرامج التفاعلية مع المستمعين ولكن إلى أين يتجه مستقبل بي بي سي الحقيقة الساطعة هي أن أي وسيلة إعلامية جديدة لم تقضي أبدا على الوسيلة التي سبقتها وبالتالي فالإذاعة ستظل وستظل بقوة في الساحة الإعلامية تطور القسم بعد ذلك وأطلق موقع بي بي سي آربيك دوت كوم على شبكة الإنترنت ليصبح أول موقع عربي تتجدد أخباره على مدار اليوم ومن رحم بي بي سي العربية وبعد فشل مشروع التلفزيون الأول بسبب خلاف مع الشركاء انطلقت تلفزيون مرة ثانية لتكتمل الرسالة إلى العالم العربي والعالم صوتاً وصورة وتتكامل في المضمون مع معلعة والإنترنت لتصبح أول وسيلة إعلامية عربية تعمل بثلاث وصائد وفي ظل تحديات كبيرة وفضاء آلمي تسيطر عليه وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات لزالت بي بي سي العربية بوسائتها الثلاث مؤسسة تتمتع بمكانة إعلامية متميزة بل وتشتهد لتحافظ دائماً على موقعها في ظل تطور الأحداث أينما كانت لحظة بلحظة وفاء زيان بي بي سي ترجمة نانسي قنقر